السلام عليكم في هذا الفيديو سنقوم بتدريب برشلونا الإسباني للفوز بالسوداسية التاريخية سنلعب بالمدرب الحقيقي هانس فليك مدرب برشلونا الجديد الذي قادهم للفوز في كل مباريات الدوري مع ذا خسارة واحدة في دوري الأبطال أمام موناكو الميزانية 70 مليون جنيه استرليني توقعات مجلس الإدارة إدارة برشلونا النجاح المحلي حاسم النجاح القاري حاسم شهرة العلامات التجارية حاسم الوضع المالي وتطوير الشباب مرتفعة يلا تقدم برشلونا سيلعب في ملعب الأولمبيك الذي يحوي تقريبا 70 ألف متفرج مستوى الصعوبة خلوه مطلقة جامعة الخير مثل العادة استحواذ مالي خلوها مثل ما هي عليه توقعات مجلس الإدارة لا يوجد طرد كهذه إضافة جيدة ما رح تنطرد أبدا هذه بدون أن نقوم ببعض الأشياء يلا فلنقوم بتدريب برشلونا ولا تأسوا يا جامعة الخير اشتركوا في القناة وتبعي زر التنبيه تعطونا أعلى لكم التعليقاتكم في صندوق التعليقات سلسلة مهنة مدرب برشلونا ما رأيكم بمهنة مدرب ريال مدريد سيتي بجلسي مثل ما تريدون سينيورا سينيورتا لبريسينتو كمانغنينتو الاريخو دوفليكا هل يغيروا شوية بالأنيميشن أوكي الآن مراجعة خطة التدريب اعتماد كله على الأداء تركيز على الأداء اعتماد كله على الطاقة تركيز لا يمكنك التركيز على الطاقة واللياقة البدنية في نفس الوقت إذا كانت اللياقة البدنية ستين اعتماد كله على الطاقة بحال كانت اللياقة خمسين التركيز على الأداء كلما كانت الجاهزية كلما كانت الجاهزية أقل من تسعين خطة رح تكون إن شاء الله رح تكون متوازنة هكذا نعم إن شاء إعداد تكتيكي مسبق مثل العادة تكتيكي طاكا سنقوم بتعيين مدربين سيكون أربع نجوم هذا أربع نجوم رح يكلفنا خمسة ألف دولار خط الدفاع ينقصنا واحد بأربع نجوم أو ثلاثة أوكي هذا أربع نجوم رح يكلفنا ثلاثة ألف تقريبا أربعة ألف دولار أوكي هذه بطولة الشباب الرأس شاء الله أعلم خلونا نشوفوا الموبارات يلا ضد إسبانيول الله سجلونا أوكي جدني رسالة من تلشتيقين تحياتي أود أن أرحب بك أشعر بالإثارة هي لك تمام تمام تشكيلة الفريق تشكيلة الإفتراضية دعونا نقوم بتعديلها التشكيلة ستكون إن شاء الله أربعة ثلاثة ثلاثة هجومية هكذا أوكي يمي رح يكون هنا في مكان أول مو هذه هي دي يونغ لماذا احتياطي وقافي أوكي يا جماعة الخير هذه هي التشكيلة التي سنعتمد عليها إن شاء الله سنقوم بتجربتها في قادم المباريات سنقوم بخطة تطوير لبعض اللاعبين خطة تطوير لتشكيلة أعتقد أنه متوازن أحسن شيء بينا دعونا نقوم بتقديم أوكي بالدي بالدي سيكون إن شاء الله ظاهر مهاجم أروخ سيكون مدافعي يبني هجمة خوندي سيكون ظاهر دعوه أحسن والله يا جماعة الخير هذا ربما يتطور جنح متأخر دي يونغ إن شاء الله سنجده صانع ألعاب بيدري أيضا سيكون صانع ألعاب في العم غافي سيكون اللاعب وسط احتوائي والمو سيكون هدفظل لأنه سيساعدنا فاتي المسكين فاتي سانع ألعاب على الطرف توري سنجده صانع أو جناح توريس سنجده جناح رافينيا رافينيا سنجده مهاجم داخلي يمين جمال سانع ألعاب على الطرف أحسن شيء بالنسبة له ليفا ليفا سيكون قناص فيكتور سيكون رأس حار سيكون هكذا العقود هنا نقوم بتجديد عقده يلا يلا متقطع معلش خلوها خمس سنوات إذا أراد أوكي لا يريد تمديد خلوها السنة معلش بدون شر جزء أكيد أوكي الراتب خلوها ربعين ألف مع أنه لم يقوم بالتجديد ربعين ألف أوكي يريد ثلاثة وربعين أفزائي المكافأة التوقيع لا هكذا كثير إزالة المكافأة وتقديم العرض يلا ثلاثة وربعين ألف الراتب يريد ثلاثة وربعين ألف أوبول معلش ومكافأة التوقيع أوكي بالدي يلا نقوم بتجديد عقده باقي ثلاث سنوات ولكن إن شاء الله رح نحافظ عليها لسنوات أخرى أوكي ها معلش سنة واحدة لا خليها سنتين أوكي بدون شر جزائي الراتب كما جمع خلوها ثمانين ألف يلا تقديم العرض يريد 91 أفزائي المكافأة التوقيع ومشاركات إزالة كافأة المشاركات وتقديم العرض قابلة الحمد لله أوكي هذا سنقوم بتجديد عقدي وبخطة تطوير نسيتها هنا ملو خطة تطوير مدافعية بنية هجمة ونقوم بتفويض للتجديد أوكي هذا سنقوم بتفويض التجديد للعقد كريستنسن يلا التفاوض على العقد أوكي رح يكون حهام إن شاء الله بقي على العقد سنة 11 شهر رحلوها خمس سنوات إذا أردت يريد سنة إحنا رح نرضى بسنتين لكي نتفادى خروجه بشكل مجاني يريد شرط جزائي 106 لا رفض الشرط جزائي أوكي الراتب كم نعطوه 120 يلا 120 وتقديم العرض يريد 155 جزائي مكافأة شباك ومكافأة توقيع لا 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 إزالة مكافأة يلا 145 ألف زائل مكافأة توقيع 160 ألف لا 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 ما لك قبول يلا إيريك غارسي يتبقى له سنة واحدة وعمره 23 سنة سنحتاجه أكيد أوكي يريد أن يكون مدورة ما لك قبول أوكي التمديد على هذا السنة ما لك سنتين يريد 86 ألف زائل مكافأة توقيع وشيباك نظيفة سنقبل بإزالة الشيباك النظيفة ونقدم العرض 86 ألف معلش قبول الحمد لله أروخو تبقى له السنتين تقريبا نجامات الخير يلا التفاوض على الأقد 34 ألف الراتب يلا تقديم العرض سيقبل إن شاء الله أوكي يريد مكافأة توقيع ومشاركات سنقوم بإزالة مكافأة المشاركات مثل العادة وتقديم العرض قبول براتب 34 ألف ومكافأة توقيع 300 ألف أوكي جو كوندي تفاوض على العقد يلا 170 ألف أقبل العرض 175 ما زال مصر يلا قبول مالش هكتور فورت عمره 17 السنة 27 أفزائ مكافأة توقيع مالش قبول موهبة صعيدة إن شاء الله فرانكي دي يونغ يلا نتفاوض معه تبقى له سنتين سيكون إن شاء الله حاسم بالنسبة لنا فرانكي دي يونغ من الركائز الأساسية للفريق تمديد سنتين لا 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 ثلاث سنوات كوندي ثلاث سنوات شرط جزائي رفض الشرط الجزائي كوندي كاريس سنجرمي سيتفع هذا الشرط الجزائي نادي الأموال مكافأة الأهداف أزلناها نحن قبل براتب 210 ألف وقبل هو أيضا بيدري تبقى والسنتين أيضا يلا التفاوض على العقد قدمنا لـ 170 يعني نعطوه 160 ومكافأة توقيع رأي قبل الحمد لله يلا قابل وقافي أيضا يلا التفاوض مع قافي مكافأة توقيع أقبل كل شيء إلا مكافأة المشاركة تقديم العرض يريد الراتب 105 قبول يلا هذا ما كنت أسعى لنيله فرما جماعة والله ساعدنا مكافأة توقيع هذا طالب كثير يا جماعة يلا بدون مكافأة توقيع قبول يلا داني أورمو خمس سنوات أو ست سنوات إن صفاتي ثلاث سنوات ولكن مع ذلك سنقوم بتجديد عقده مكافأة توقيع 660 أفوال مشاركة 300 عرض مضاد إزالة المكافأة وتقدم العرض رح نقبل بربعة 70 يلا جيد يمين جمال يلا خمس سنوات بليز لا ترفض مريد سنوات شجد جزائر كالعادة السيتي و باريس سنجل سيدفعون هذا المبلغ ناديك 80 الراطب يلا اقبل ممكافأة توقيع قبول مالش يس جددنا العقد ليفاندوسكي يا جماعة الخير تفوذ للتجديد أنا غير مهتم بليفاندوسكي أصلاً يا جماعة الخير أنهينا خطة طوير لكل اللاعبين لدينا ثلاث عروض للاعبين دعونا نرى لدينا عرض من نادي أتلاتيكو مادريد لرفينيا بقيمة 63 مليون أورو تقريبا 64 مليون أورو قيمة اللاعب 48 مليون أورو يلا 73 مليون أورو وتقدم العرض 65 عرفت شيء مهم جدا جماعة الخير نضع 71 66 يلا قبول قبول مليون أورو من قبل رياس السيداد رفض العرض لماذا لا يوجد إفريقيا جماعة الخير والله ظلم 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 اوكي فيكتور بونافس يبدو لي وكأنه لعب ممتاز جدا جماعة الخير يلا نتعاقد معه في مكان ليفاندوسكي اوكي قيمة اللاعب 52 مليون أورو نعطيهم 50 مليون أورو يلا تقدم العرض سيقبلوا إن شاء الله يريدون 74 مليون أورو زائد 15% شرط عند البيع انها آه نهيت التفاوض نهيت التفاوض عن طريق الخطأ اوكي دعونا نختبر بارشلونا مباراة المقبلة اوكي رافينيا ودعنا رافينيا 66 مليون أورو سفقة ضالة ممتازة نعم ممتازة قريء استكشاف من إيطاليا كفارة مليون من إ convenience لنقوم بالتفاوض مع كفارة سيخل اتصال للشراء نعط لهم 80 مليون أورو رح يقبلوا إن شاء الله مع البداية رح يقبلوا يريدون داني أور مو자 موزئ بموضاء الزل تcedمة 83 مليون يريدون 125 لا يالل لا أنا أعطى 75 أعطى 95 مليون suprem يقبلوا او لا تقبلوا يلا الحمد لله قابلوا الحمد لله يلا نتفاوضوا مع كفارات سيخيديا يريد ان يكون حاسم قبول مدة العقدة خمس سنوات يا اسطورة انت تجاهل الشر جزائي لا 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 يوجد شر جزائي مثل الاخرين مئة وستين مليون اورو يريد زائد مكافأة توقيع يلا قبول مرببك كفارات سيخيديا في ندي الكاتالوني برشلوني موسيقى وسوق كفارات سيخيديا الى نادي برشلونة مقر نادي برشلونة من سيد ان انزل الموسيقى اعذروني يا جماعة الخير كفارات سيخيديا رقم 11 في مكان رافينيا اللعب ممتاز جدا يا جماعة الخير افضل من رافينيا سريع جدا مهاري تزديدة بارعة والله صفقة ممتازة من الطبيعي ان نتسأل اذا ما كانك كفارات سيخيديا بامكاني ان يرتقي الى توقعات الجماعة خاصة انه وان عليه السد الفرق الكبير الذي تركه انتهى وقت الانتظار مرحبا بكاف الفرق فريق النجوم في طور التكوين اهدار كامل للمال كارثة هذا الجماهر والله لا كارثة اوكي عرض انتقال للحارس سنرفض الغرق اوكي لدينا بطولات اختار اقوى هذه 6 مليون اورو مكافأة اوكي اول مباريات برشلونة ستكون امام نادي بايرل ليفيركوزن اوكي تحليل الخصم هذه اول مرة اراها هذه هي تشكيلة الخصم مثل ما تشاهدون تدرب قبل المباراة يلا نشوفوا التدريبات نجربوا الكرات الثابتة هل تغيرت؟ يلا ليفا يلا في الزاوية الصعبة على اليسار اوكي يلا المحاولة الاخيرة يلا تزديد الساقطة هنا يلا 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 يس هذه الكرة تقول في السابع الجهة اليمنى يلا يوم المباراة ليفيركوزن برشلونة دعونا نرى هذه تشكيلة برشلونة في مباراة اليوم ضد بايرل ليفيركوزن يلا محاكاة سريعة ونرى ماذا سيف على برشلونة؟ يلا بسم الله على بركة الله الفوز 2-1 بهدف كفارة سيخيليا وداني أولمو خطة التدريب اعتماد كله على ماذا؟ اعتماد كله على الاداء تركيز على الاداء تحليل الخاصم هذه هي تشكيلتهم وهذه التكتيك الخاص بهم لا تسيط ضد برشلونة نفس التشكيلة يلا محاكاة سريعة فوزنا 2-1 بهدف كفارة سيخيليا وداني أولمو مجددا حسنا مباراة برشلونة ضد وسط حسنا رأيكم المهام تحليل الخاصم تمام تمام دعونا من تحليلات نفس التشكيلة يلا محاكاة سريعة ونرى 2-1 نفس الشيء كفارة سيخيليا هذه الكفارة كفارة سيخيليا أسطورة يلا خطة التطوير سيكون ان شاء الله صانع ألعاب على الطرف اه اول مباراة ضد فالانسيا جماعة الخير حسنا الميزانية الحالية 33 مليون أورو تم انفاق 150 مليون أورو ريال مدريد قريبا ان شاء الله يوم السبت 26 أو 20 من أكتوبر والله لدينا عروض كثيرة جماعة الخير سأرفض كلها جماعة فراند كيديون جناعة بقيمة 126 مليون أورو يلا ننتقل المباراة برشلونة وفالانسيا مثل ما تشاهدون مباراة برشلونة وفالانسيا يلا تحليل الخصم تدريب ما قبل المباراة مؤتمر صحفي سينيوريتا كستنتيرا انظروا ما تقال للمرسل ليس لدى فالانسيا مشكلة في إغفاء الخط الوسط لديها عند محاولة التقدم بالكرة هل ستتطلعون إلى تعديل الأمور من ناحية تكتيكية بالنسبة لأندريس كريستنسن للتمكن من مواجهة منافسكم سأقوم بتشجيع كريستنسن لماذا أقوم بإهانته؟ لقد رأيناكم تلعبون بأسلوبكم كرة المعتاد مع لمحاولة الاعتماد دور أليخاندروبالدي كما هو معتاد سأقوم بتشجيعه هي أسوأ مؤتمر صحفي في حياتي هذه هي التشكلة التي نعتمد عليها لنذهب جماعير غافرة تلتحق بملعب كابنيو لا أدري ان كان كابنيو ملعب فالانسر ملعب فالانسر يلا بسم الله وعلى بركة الله بداية المباراة التزديدة التزديدة والحمد لله يلا داني أول مو روحة 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 ملاحة ملاحة التزديد الحمد لله ترجسدني والله صعبة صعبة والله مستوى الصعوبة صعب جدا سراحة رأخفض المستوى الصعوبة لانني غير متعود على اللعبة يلا يلا قول فرانكي فرانكي والله حسبته قول والله حسبته قول ليبندوفسكي يلا és чего قل قضيحه الموووووو تعال شديده والحمد لله العمد لله ترجسدني لأ حكوم كانت هجمه مرتدة والله المباراة صعبة جدا أوكي رسالة من يمين جمال مرحباً أعرف أن الناس تتحدث عن المركز الذي تجعلون العثان يمكنك أن تقدم ما هو أفضل تيرشتيغن تمام تحدثنا معه مباراة برشلونة وأتلاتيكو بالباو نفس التشكيلة نفس اللاعبين يلا محاكاة سريعة ونالة واحد واحد التعادل مجددا نيفاندوسكي سجل لنا في الدقيقة الواحدة والسبعونية نحن في المركز الرابع عشر بنقطتين بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد ودي بورتيفو ألافيس مباراة اليوم رايو فايكانو نفس التشكيلة نفس اللاعبين يلا محاكاة سريعة خسرنا آه ليفاندوسكي خارج بطاقة حمراء وكي رح نلعب اليوم ضد بلد الوليد إذا كان هناك تعادل أو خسارة يعني علينا تغيير الخطة يلا محاكاة سريعة ونالة خسارة وكي غيرنا خطة التدريب ربما المشكلة في خطة التدريب يا جماعة الخير يلا إلى مباراة من جيرونا نفس التشكيلة نفس اللاعبين كل بطاقاتهم محاكاة سريعة أول فوز الحمد لله ثلاثة صفر أعتقد بأن سبب أوكي دوري الأبطال دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديدة سنلعب أمام موناكو أعتقد بأن سبب الخسائر والتعادل هو بسبب خطة التدريب الغبية التي عملتها وقمت باحتغيرها حمد لله خوارزمية اليوتيوب تقول بأنك ستعجب بهذا الفيديو سيعجبك حتما هذا الفيديو يلا شاهده من هنا واشتركه من هنا لكي نرجع إلى سابق عهدنا شاهد الفيديو واشترك من هنا السلام السلام عليكم اشتركوا في القناة